مرات كثيرة يكون السجال بين رفقاء المدرسة الواحدة مثل معركة شوقي وحافظ إبراهيم العقاد والتجديديين بعده من هنا بدأت الصراعات اللي ما فيها منتصر غير الأدب والثقافة شوقي أمير الشعراء واحد من أبرز أعلام مدرسة الإحياء اللي تقول إننا لازم نرجع للغة القديمة ونحاول نتعلمها ومن خلالها نرجع للشعر والأدب الصحيح كان شوقي ينسج الشعر على النمط القديم بمضمونه وأشكاله فخور بالماضي ويذكره في شعره دائما تعتقد إذا قريت له أنه جاء من العصر الأموي من من ما يعرف ولد الهدى فالكائنات ضياؤه وليردد قم للمعلم يوفيه التبجيلة أو يتغنى بخدعوها بقولهم حسناء وغيرها من قصائد شوقي راية المهم العقاد كان يسمع ثناء على شوقي وشعره واحتفاء الناس فيه بكل مكان سكت وصبر مثل ما كان يقول لكن بعد فترة ما جازلها الوضع قرر البدء بمواجهة شاملة مع شوقي وأمثاله من الإحيائيين استفتحوا الهجوم على شوقي بمقالات متفرقة تمصار يتكلم في الملتقيات والمناسبات يقول كنا نسمع الضجة حول اسم شوقي لكننا نسكت مثل سكوتنا عن أي ضجة ثانية في البلد وما نسكت خوفا منه ولا لأن أدبه صعب نقده لأن أهون شيء علينا هو هدم هذا الأدب الرديء لكننا نسكتنا عشان ما نعطيه اليابي من شهرة العقاد رفض كل شعر شوقي جملة وتفصيلة وكان يشوف مجرد تقليد لشعر الأقدمين لا جديد فيه ولا روح لكذا أستسمع رفاقه المازني وشكري جماعة الديوان وراحتها الجماعة تهاجم شوقي وحافظ إبراهيم وغيرهم من الإحيائيين لما اجتمعوا الشعراء وقرروا يبايعون أحمد شوقي على أنه أمير الشعراء رفض العقاد هذا الشيء رفضا تاما لأن باعتقاده أن شعر شوقي لا يمكن أن يغير روح أي إنسان وطريقة حياته استمر العقاد يهاجم وينتقد لدرجة أنه صاري هاجم المدارس التجديدية التي جاءت بعده حتى رفيق العقاد في مدرسة الديوان المازني لم يوفر جهد في مهاجمة شوقي وكان يقول عنه باستمرار ليس شوقي عندي بالشاعر ولا شبهه وإنه لقطعة قديمة متلكئة في زمن غابر لا خير فيه وما عرفني قرأت له شيئا إلا أحسست أني أقلب جثة ملئت صديدا وشاع فيها الفناء علوا وسفلا